ينضم إلينا عبر الإنترنت السيد محمد نزال العضو المكتب السياسي لحركة حماس أهلا وسهلا بك سيد محمد مسؤول إسرائيلي يشارك في عمليات التفاوض الآن يقول إنهم ينتظرون ردكم خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة هل ردكم على المقترح الأمريكي بات قريبا؟ بعد التحية لك وللإخوة المشاهدين والتهنئة بحلول عيد الفطر للأمة جميعا والشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة خصوصا أقول إن حركة حماس درست المقترح الصادر عن حكومة الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية وهذا التشاور تم خلال المؤسسات القيادية للحركة والحركة بصدد الرد على المقترح الإسرائيلي مع ضرورة الإشارة إلى أن الرأي الأولي والانطباعات التي خرجنا منها من خلال هذا المقترح أن هناك إصرارا من قبل نوتنياهو وحكومته على المضي في مسار استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وفي مسار الإصرار على عدم الانسحاب من قطاع غزة وهذا يعطي مؤشرات سلبية بالتأكيد لكن على أي حال يبقى الجواب النهائي هو الذي سيصدر عن مؤسسات الحركة القيادية التي ستكون قريبا بإذن الله تبارك وتعالى هناك تقارير إخبارية كذلك تتحدث أن الرد من حماس سيكون هذه المرة كالمرة السابقة سيكون ردا ممتلئا بالملاحظات ملاحظات تفصيلية على كل بند وليس ردا بنعم أو لا هل تطلعنا على بعض التفاصيل سيد محمد؟ يعني لا أستطيع قبل أن نوصل ونسلم الوسطاء الرد الرسمي لحركة حماس أنا أتحدث عن تفاصيله لكن أود أن أقول أن هناك ملاحظات جوهرية لدينا وبالتأكيد سيتضمنها موقف حركة حماس دون الدخول في التفاصيل قبل أن يتبلغ الوسطاء وقبل أن يتبلغ الاحتلال بالموقف الذي ستعكسه الورقة التي ستقدمها حركة حماس في وقت قريب جدا إن شاء الله الإسرائيليون يبحثون في هذه النقطة في نقطة تأخير رد حماس على سبيل المثال أحد الضباط الإسرائيليين قال رهاية البثة الإسرائيلية إن حماس لا تستطيع تحديد أماكن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ولذلك هي تماطل في الرد وستقوم بإيقاف هذه التفاوض أو هذه أعمليات التفاوض يعني كيف تعلق على ذلك؟ هذه أكاذيب يبثها الاحتلال للتضليل والتشويش فلا أظن أن القصة لها علاقة لا بعدد الأسرى ولا بما يقال عن أن حركة حماس غير قادرة على تحديد أماكنهم وأعدادهم القصة ليست كذلك على الإطلاق القصة الجوهرية أن الاحتلال وتحديداً نيتنياهو لا يريد الوصول إلى أي اتفاقيات وهو يقوم بوضع شروط تعجزية أو بتقديم عروض يعرف سلفاً أنها ستؤدي إلى رفض الحركة لها ولهذا هو يتعمد إبداء الرأي بطريقة يمكن أن يتنصل فيها من أي التزامات وأي تعهدات وهذا هو جوهر المشكلة جوهر المشكلة الآن أن نيتنياهو كما يقرأه الجميع بالمناسبة وليس حركة حماس بحسب هو مقروق في المجتمع الصهيوني من قبل الإدارة الأمريكية من قبل القوى الإقليمية من قبل القوى الغربية أنه لا يريد الوصول إلى أي تفاهمات وأي اتفاقيات وبرأيي هذا هو جوهر المشكلة وأي شيء يتم تسريبه أو الحديث عنه في الإعلام هو من باب التضليل والتشويش وليس من باب أي باب آخر هذه نقطة واضحة ولكن هناك ربما من يتسأل ما الذي تريده إسرائيل عندما تغدال أبناء وأحفاد السيد إسماعيل هنية أمس واليوم تقوم بهجوم بري على محافظة الوسطى وهذا الأمر بالتزامن مع جولة المفاوضات وبالتزامن مع انتظار ردكم ما الذي تريده إسرائيل يعني من الواضح أن الكيان الصهيوني هو كيان إجرامي إرهابي أقام بقتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطوة إرهابية تهدف إلى ممارسة الضغط على قيادة الحركة ورئيس حركة حماس على وجه التحديد هذه من زاوية ومن زاوية الثانية هي تريد أن ترد على الهزيمة التي منيت بها في منطقة الزنة في خانهونس الجميع شاهد عبر المقطع المرئي كيف أهين جيش الاحتلال في منطقة الزنة وبالتالي هي ذهبت إلى اغتيال هؤلاء الشباب الثلاثة الذين كانوا مع أطفالهم وزعمت أنهم ذاهبون لتنفيذ عملية عسكرية وهذا أمر أثار التمدر والسخرية أن ثلاثة لا يمكنهم أن يذهبوا لتنفيذ عملية عسكرية ومعهم مجموعة من الأطفال ولهذا الاحتلال ما يزال يتخبط منذ 7 أكتوبر وهو يظن أن اغتيال هؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب يمكن أن يفت في عضد الأخ المجاهد إسماعيل هنية ولكن ردة الفعل التي رأاها جميع الناس وكانت ردة فعل عفوية لحظة سماع الأخ إسماعيل هنية لاغتيال أبنائه وأحفاده فضلا عن المواقف التي أعلنها مباشرة إنما هي رسالة إلى أنه لا يمكن ابتزاز أي قائد في حركة حماس من خلال ضرب أو اغتيال أبنائه أو أحفاده أو أقاربه وأن هذه العملية الجبانة والإرهابية ارتد مفعولها ضد الاحتلال إذ لقيت هذه العملية إدانة كبيرة جدا حتى من قبل وسائل الإعلام صهيونية تحدثت عنه ليس مقبولا اتهام هؤلاء الثلاثة بأنهم ذهبوا لتنفيذ عملية عسكرية ومعهم هؤلاء الأبناء والأحفاد الأخ إسماعيل هنية على أي حال أنا برأيي أن ما يفعله الاحتلال وتحديدا رئيس وزراء الكيان الصهيوني نيتنياهو إنما يمثل محاولة للهروب إلى الأمام كما يقولون في المصطلحات السياسية هو يحاول أن يتنصل من أي تفاهمات أي اتفاقيات يحاول أن يفشل العملية التفاوضية هذه أيضا من الأهداف التي يلجأ إليها نيتنياهو وما نراه الآن في الهجوم على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية في مناطق جديدة الآن المناطق الوسطى إنما يدن دلالة جديدة على أن الاحتلال لا يريد أن يوقف العدوان وهو معني بإفشال العملية التفاوضية وليس بإنجاح العملية التفاوضية بخصوص هذه النقطة بخصوص محافظة الوسطى أو المخيمات الوسطى القناة الرابعة عشر الإسرائيلية كذلك نقلت اليوم أن أحد أهداف عملية الجيش في مخيمات الوسطى توسيع ممر نتساريم على عكس ما تطالب به حركة حماس أثناء عمليات التفاوض وتقول إن الرسالة من هذه العملية أن هذا الممر لن يفكك حتى لو أدى ذلك إلى انهيار المفاوضات إلى أي مدى هذا البند وازن من قبل حماس في المفاوضات وتعتمد على تفكيكه من خلال عملية التفاوض يعني ما هو واضح جدا لجميع الأطراف المعنية من الوسطى والرعاة ومن غيرهم من الذين يراقبون المشهد أن الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال هي إجراءات تدل على أن قوات الاحتلال ليست معنية بإنهاء الحرب وليست معنية بإنهاء احتلالها لقطاع غزة وهنا معنية بالاستمرار في المسارين معا استمرار العدوان واستمرار الاحتلال وهذا يعني بشكل واضح لا لبس فيه أن أي اتفاق أو تفاهم يعول عليه الوسطى أو يعول عليه كثير من الناس لا يمكن أن يجد له طريقا على أرض الواقع إذا لم يوقف الاحتلال هذه الإجراءات الإجرامية والإرهابية والتي تخالف المسار الذي يفترض أن يؤدي إلى الوصول إلى تفاهمات واتفاقات بيننا وبين الاحتلال من خلال المفاوضات غير المباشرة التي تتم منذ بضعة شهور في ظل هذه المعطيات التي تتحدث عنها سيد محمد هل تتفائل بقرب التوصل إلى هدنة أو التوصل إلى صفقة تبادل الأسرة في ظل هذه العجرفة الإسرائيلية؟ المؤشرات حتى اللحظة التي أتحدث فيها لا تشير إلى أن هناك في الأفق أي مؤشرات تشير إلى أن هناك اتفاقا يمكن أن يبرم في المدى الزمني القريب وأظن أن هذا ما ستثبته الأيام القليلة المقبلة هناك بند آخر في بنود التفاوض بند إدخال المساعدات وهذا البند كان عبءا ثقيلا عليكم في حركة حماس في عمليات التفاوض قبيل الهدنة الأولى الآن المساعدات أصبحت طلبا عالميا تطالب به الولايات المتحدة يطالب به الاتحاد الأوروبي إلى أي مدى إخراج بند المساعدات من بنود طلباتكم؟ جالب لكم بعض الراحة خلال عملية التفاوض يعني أولا لا ينبغي أن تكون هذه القضية محلة ابتزاز أو مقايضة من قبل الاحتلال الأصل أن الشرائع الدولية القوانين الدولية قوانين حقوق الإنسان تكفل الحياة الكريمة للشعوب وتكفل أن لا يتم معاقبة الشعوب من خلال الحروب والأزمات باستخدام سلاح التجويع والحصار الذي يستخدمه الاحتلال منذ 17 عاما وتزايد بشكل كبير جدا خلال هذه الحرب لهذا أن يضع الاحتلال شروطا وقيودا على عملية الإغاثة فهذا يمثل نوعا من أنواع الإبادة الجماعية ونوعا من أنواع اختراق قوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وعليه تحسن هذا الموضوع نسبيا خلال الأونة الأخيرة ولكن من الواضح أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع وسلاح الإغاثة والحصار كأحد أسلحته في الإبادة الجماعية التي يمارسها الشعب الفلسطيني ولهذا ما ينبغي على جميع الدول التي تتحدث عن هذا المسار الإغاثي الإنساني أن تخطو خطوات عملية الخطوات العملية بصراحة تتمثل في ضرورة أن لا يتم وضع أي قيود ولا شروط على عملية الإغاثة الإنسانية وعملية التجويع التي يمارسها الاحتلال هناك حديث عن مشروع قرار فرنسي معدل بمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مجددا وزيادة المساعدات وما إلى ذلك هل اتضح لديكم في حماس رد فعلا بخصوص هذا القرار حتى الآن لم تتم ترجمة القرارات التي تصدر عن مؤسسات الدولية لم يتم ترجمتها على أرض الواقع وهذا أمر مؤسف جدا وهو يحيل هذه المؤسسات إلى مؤسسات صورية أو مؤسسات عاجزة عن اتخاذ القرارات وترجمتها ترجمة عملية وأظن أن المؤسسات الدولية ستفقد مصداقيتها إن لم يتم معالجة هذه المسألة بشكل واضح وصارم وحاسم سيد محمد عندما تتحدث إسرائيل أنها قتلت الكثيرين من القسام ودمرت كتائب متعددة وكثيرة ومعظم هذه الكتائب تتحدث عن 75% من تشكيلات كتائب القسام ما ردك بخصوص هذا الإطار؟ الرد هو ما نراه على أرض الواقع في المناطق الآن التي تحدث الاحتلال على أنه أنهى مهامه فيها عاد لمحاولة دخولها وتنفيذ عمليات عسكرية فيها مثال على ذلك خان يونس هو يتحدث عن أنه أنهى مهامه في خان يونس ونجد أنه يقوم بتنفيذ عمليات في خان يونس والدليل على ذلك ما جرى فيه سيد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال يبدو أنه واجهته مشكلة تقنية من المصدر أعاد وأكد على أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى أي تفاهمات وما يتردد خلاف ذلك هو تضليل كذلك أضاف أن اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس هي خطوة إرهابية تهدف للضغط على قيادات الحركة محمد نزال كذلك تحدث أن اغتيال أبناء هنية ردا على إهانة جنود الاحتلال على يد عمليات المقاومة وخاصة بالذكر كمين الزن الذي قتل فيه بعض الجنود الإسرائيليين ووثقته كتاب القهسام من خلال مقطع نشرته عبر صفحتها ونشرته وسائل الإعلام نقلا عنها محمد نزال كذلك قال أن قيادات حماس لا تخضع للابتزاز حتى لو تم استهداف أبنائهم وأحفادهم كما أضاف أن الاحتلال لا يريد إيقاف العدوان ويسعى لإفشال عملية التفاوض وليس لإنجاحها كما أكد أنه لا مؤشرات تشير إلى حدوث اتفاق قريب مع الاحتلال سيد محمد نزال كان معنا منذ قليل قبل أن يقطع الاتصال كان يتحدث أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع والحصار في الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا ضد قطاع غزة وقال إن ما تفعله إسرائيل من استخدام سلاح التجويع هو مخالف لكل الشرائع ومخالف لكل القوانين الدولية وطالب المجتمع الدولي بالتحرك في هذا البند تحديدا بند إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومعاقبة إسرائيل على ما تفعله من قطاع غزة من استخدامها هذا السلاح المحظور وهو سلاح التجويع والحصار والإبادة الجماعية سياسيا قال بخصوص عمليات التفاوض إنه لا معنى للحديث الإسرائيلي أن كتائب القسام لا تستطيع العثور على أسرى خلافا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك يبدو أن السيد محمد نزال عاد إلينا مجددا أهلا وسهلا بك من جديد سيد محمد كنا نتحدث بخصوص كتائب القسام ووجود الكتائب القسام حتى الآن في غزة وفي الشمال وفي خان يونس رغم العمليات الإسرائيلية هناك في هذه الأماكن تفضل يعني أود مجددا التأكيد على أن مزعم الاحتلال إنما هي الدعاءات كاذبة والدعاءات فيها قدر كبير من المناورة والمراوغة والتضليل وهو يؤكد باستمرار على أنه أنهى وقضى على كتائب القسام ثم يعود مرة أخرى للدخول إلى قطاع الزواهو ما يناقض ادعاءاته نحن لسنا مشغولين بما يدعيه وبمزاعمه أظن أن كتاب القسام موجودة وحاضرة وحادثة الزنة في خان يونس هي شاهد على قوة وشكيمة كتائب القسام التي تمثل الطليع المتقدم للمقاومة الفلسطينية في قطاع الزواهو وصلت هذه الفكرة شكرا جزيلا لك سيد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ترجمة نانسي قنقر